وانت شخص شاطر او في شغلتك فاذا كان هو قالك ايوها العبقري مثلا في تعليم الناس لو ما قالكش ده ده شيء اضافي مش لازم لو هو نزع عنك حتى لو هو قصد يضايقك لو انت تضايقت يا ناحد لما يجي يقول لي يا عمر ايه لي يضايقني لو انا حد قال لي يا عمر واتضايقت ولذلك انا كنت قعدت مرة اتأمل احاديث رسول الله سلم كم من المرات الناس نادوا على الرسول الله سلم باسمه وكم فيها حضرت النبي طمع عروجه او الدايق ولا مرة يا محمد اقضي لي دين احصد يا محمد نادوا كده فلذلك ايه اللي حاصل فلما يتسلب منك حاجة وهو ما سلبش منك حاجة دا متعلقش بكلام كل الاشياء دي زائلة المعيار التالية عشان تعرف نفسك هو انت شخص بتسعي للحفاظ على كرامتك ولا انت شخص بتعمل ايه ولا انت شخص مغرور معادلة كده ما لم يقل لك حسنا فقد لك قال لك سيئ اذا كانت معادلة دي عندك فانت مغرور يعني اذا ما قالكش كلام حسن يعني شخص اللي تعامل معك تعامل عادي لو انت شخص شاف انت عامله العادي ده بيسيء اليك يبقى انت انسان مغرور ده سلم علي كده ما سلمش عليها بترحب ما سلمش عليها بكذا ده ما هتمش بيها بالاهتمام الكافي او ما قاليش كلمة ما شاء الله انت جميل جدا او ما قاليش اي كلام في حسن وفي حلاوة يبقى كده اساء الي لو انت بعندك المعادلة دي في قلبك انت متكبر لان دي معادلة فاسدة الشعور ده بيقول ان انت عندك كبر خفي لان في فرق كبير جدا 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 ان الشخص يسمع اخاه احسن الكلام لما يقوله مثلا يعني لما يقوله كلام حلو مثلا يقوله يا سيد فلان يا باشواندس فلان فهو ايه اللي بيحصل فهو بيبحث عن ادامة الالاقة بينهم وادامة التكريم وفي فرق ان ده حد يعتبره اهانة لكرمته والله ما فيه اهانة يقولك فلان ما بيحترمنيش ما بيدينيش وضعي ما بيدينيش بريستيجي اه صح بس على فكرة انت اذا كان اوامن بيحترمكش ومددركس بريستيجيك فانت الحقيقة يعني لو انك انت حسيت بالوجع والديق والقلم وتبتدي بعد كده تتعامل معاه بجفاء وتتعامل معاه بسوق فانت في الحقيقة متكبر وعشان كده اوقات كتيرة مساحة الكلام العادي اللي من غير القاب بين الناس بتكون مهمة جدا جدا لتربية الناس وتحولهم الى انسان محترم لما الانسان يتعود انه ما حدش بيناديله ما حدش بيقوله الناس بتكلموا بكلام العادي ده ده يعلمه ازاي ما يحسش انه هو مشهور ما يحسش انه هو مغرور ما يحسش انه اكبر من انه الناس تتعامل معاه بالكلام العادي الحاجة الرابعة بقى والمعيار الرابعة ان رسم الحدود مش من باب الحفاظ على الاسرار والخصوصية ولكن رسم الحدود بهدف ان الناس تكبرك وكل واحد يلزم حدوده فده انواع من انواع الكبر والغرور ان انت لما تجي بترسم حدودك مع الناس عشان تحافظ على خصوصيتك انت مش بترسم الحدوده عشان ده جزء من الاحترام وجزء من الحفاظ على الخصوصية انت بتعمل كده عشان ده يعرف هو مين وده مش من حقه انه يقترب مني فلو كان واحد مثلا طيب وغلبان جي يكلمك بتقوله لو سمحت لزم حدودك مش لانه اوعى يتعدى على خصوصيتك لا لانه هو الشخص ده ما يستحقش انه هو ايه يقرب منك اكتر من كده او ان انت لما تجي تتعامل حدود مع الناس فانت بتعمل كده عشان وجهتك عشان مكانتك اذا عملت كده فانت انسان مغرور عشان كنت دايما بقول للناس ان الانسان المتزن لازم يعيش شوية حافي ايه يعني ايه حافي انه يعيش حافي من الالقاب حافي من انه ياخد كل حاجة على كرمته حافي من انه يستوفي على الناس ولازم تعيش بحقيقة ان انت عبد فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بصل الصحابة فالصحابي من هيبة رسول الله ومن جميع رسول الله فزع فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هون عليك يا اخي ما انا الا ابن امرأة ان كانت تأكل قديدة في قريش ومرة لما يجوا يكلموه وهو يعني وكي انهم عز عليهم ان الرسول الله يعود نفس عادتهم ويأكل بنفس طريقتهم فإلا انما انا عبد اجلس كما يجلس العبد واكل كما يأكل العبد وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعيش معاهم في تفاصيل حياتهم زي اي واحد منهم اشتركوا في القناة